السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو يا شبابي رب تكونوا كلكم بخير اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد مع هيسا معوض على قناة كوكب التكنولوجيا في الفترة الاخيرة بدأت اشوف صور وفيديوهات تحس كده ان هي طبيعية جدا بس في الحقيقة هي معمولة بالزكاء الاصطناعي وده خلاني بدأت ابحث على الانترنت واكتشفت ان الموضوع ده عبارة عن ميديول جديد اسمه فلاكس لورا والميديول ده باختصار بيخليك تبدأ تدرب الزكاء الاصطناعي على الحاجة اللي انت عايزها وبعدين تبدأ تطلبها منه هشرح لك ازاي تقدر تعمل كده من خلال موقع بيزد لابس بس قبل ما نبدأ انزل دلوقتي اعمل لايك واشترك في القناة وقع للجرس ويلا بينا نبدأ اشهر اهلا وسهلا بيكم مرة تانية على قناة كوكب التكنولوجيا طبعا رابط الموقع اللي احنا هنستخدمه دلوقتي هتلاقيه موجود في وصف الفيديو في التعليق المسبب هتفتحه عادي جدا وبعدين تعمل حساب وهيديك 15 نقطة هدية وال15 نقطة دول هتقدر تستخدم بيهم كل المميزات بتاعت الموقع الا فلاكس لورا هشرح لك دلوقتي كل التفاصيل فلو الموضوع عجبك وحبيت تجربه هتقدر تشتريه من على الموقع وبالمناسبة الموضوع امن جدا لما تفتح الموقع من الرابط اللي هتلاقيه في التعليق المسبب هيفتح معاك بالشكل ده فهتدوس على generate هيبدأ يدخلك على لوحة التحكم وهنا هيكون قدامك اختيار من الاتنين يا اما هتديله صورة وهو هيبدأ يعدل عليها او هتبدأ انك تعمل صورة من الصفر فلو حبيت تديله صورة وهو يعدل عليها هتدوس هنا هيفتح لك ملفات الجهاز عشان تختار الصورة اللي انت عايزة اما لو حبيت تعمل صورة من الصفر فهتدوس هنا وتختار اي اختيار من الاختيارات دي بس هتلاحز ان تاني اختيار هو الوحيد اللي مكتوب عليه premium وده تحديداً فلاكس لورا اللي انا جاي يكلمك عنه النهاردة بعد كده هتدوس على create custom training عشان تبدأ تديله فكرة عن الحاجات اللي انت عايز تعمل فهتدوس هنا وتختار من 15 ل 20 صورة فيها الحاجات اللي انت عايزوا يستخدمها سواء بقى اشخاص او اماكن او اي حاجة انت عايز وده طبعاً بيخليك تقدر توصل للنتيجة اللي انت متخيلها بالزبط بعد كده بتسمي التدريب ده اي اسم انت عايزه وبعدين تدوس على start هياخد حوالي 10 دقايق لحد اما يتعرف على الصور ويتدرب عليها ولما يخلص هتلاقيه كتاب لك هنا completed المهم هترجع تاني على لوحة التحكم وبعدين تدوس على choose training هتلاقي ان التدريب اللي انت ضفته موجود هنا بعد كده هتيجي على prompt وهيكون عندك اختيار من الاثنين اول اختيار انك تختار اي امر من الاوامر الجهزة اللي موجودة هنا وتاني اختيار انك تكتب الامر بنفسك طبعا انا بفضل اكتب الامر بنفسي عشان اقدر اوصل لأقرب حاجة للصورة اللي انا عايزة وطبعا الامر ده لازم يكتب باللغة الانجليزية فلو حسس ان الموضوع صعب ما تقلقش انا هقولك ازاي تكتبه بكل بساطة هتروح على ترجمة جوجل وتكتب اللي انت عايزه باللغة العربية فانا مثلا هكتب deadpool يرقص على شاطئ البحر فهتلاقي كتاب لي هنا deadpool dancing on the beach فهاخد الجملة دي copy واروح احطها في prompt بعد كده من هنا هختار عدد الصور اللي انا عايزه يعملها لي سواء صورة او اثنين او ثلاثة او اربعة ومن هنا هختار ال aspect ratio سواء انا عايز الصورة بالطول او بالعرض بعد ما اخلص كل الخطوات دي هدوس على generate عشان يبدأ يعمل الصورة اللي انا عايزة وفي اقل من دقيقة الصورة دي طلعتلي وبصراحة النتيجة فعلا مبهرة تفاصيل كتير وresolution عالي جدا انا حسس ان الموضوع ده هيأثر بشكل كبير جدا على الانتاج السينمائي في الفترة اللي جاية المهم هتقدر تحمل الصورة وتنزلها على الكمبيوتر بتاعك بمنتهى السهولة بعد ما خلصت الصورة دي اعاد تلعب شوية ودي كانت النتيجة الغريب في الموضوع ان الصور كلها طبيعية جدا وما تحسش خالص انها معمولة بالذكاء الاصطناعي تحس كده ان هي حاجة متصورة بكاميرا احترافية جدا مش عارف في صراحة الموضوع ده ممكن يبقى تأثيره ايه اكتبولي رأيكو في التعليقات قبل ما اقفل الفيديو كنت عايز اقولك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تبقى معنا في كل الفيديوهات اللي جاي بشكركم جدا لاستماعكم وبتمنى اكون فتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته